اشتركوا في القناة المركز حفظ البيانات في افريقيا والوطن العربي من حيث السعة الاستيعابية والتقنات المستخدمة فيه حيث اكدت شركة شيكان للتأمين ان قدرات المركز كانت هي المحفظ الرئيسي لاستغلال مركزا رئيسيا لحفظ بيانات ومعلومات الشركة والتي تعد اكبر شركات التأمين بالبلاد اشتركوا في القناة سوداتيل اكدت على لسان رئيسي التنفيذي المهندس طارق حمزة عن عظيم امتنانها لاتخاذ شركة شيكان مركز البيانات بسوداتيل مركزا رئيسيا لحفظ بياناتها ومعلوماتها مؤكدة ان ذلك يؤكد على استمرار الادوار الكبرى التي تطلع بها سوداتيل على كافة الصعود خاصة فيما يتعلق بالنهوض بقطاع المعلومات انا من هنا بدعوا كافة المنظمات الحكومية والهيئات الحكومية والشبح حكومية والخاصة في انها الدعوة اليوم مفتوحة انه يدوروا الداة سنتر التي تملكها سوداتيل وانهم يحذوا حفظ شركة شيكان في انهم يقللوا مصاريفهم مركز البيانات بسوداتيل والذي يعد مفخرة للسودان من حيث قدراتي وامكانياتي يفتح نافذة جديدة لكل القطاعات للاستفادة من هذه الامكانيات فكان مثار عجابة وتقدير كل الوفود التي زارته من الدول الصديقة والشقيقة حزت شركة شيكان لتأمين حزو الشركات العالمية المتطورة في تأمين جانب البناء التحتية لتقنية المعلومات وذلك باستضافتها في مركز بيانات متطور عبارة عن بيئة تشغيلية بمواصفات عالمية لصدافة اجهزة وانظمة الشركات التي تعمل تحت سقف واحد بتوقيع عقد شراكة بين السوداتيل وشركة شيكان تخطو سوداتيل خطوات جديدة وغير مسبوقة في تقديم كل ما هو جديد ويساعد في نمو العملية الاقتصادية وذلك بتقليل حجم المصرفات بأشفة وحفظ كافة بيانات الشركات والمؤسسات في مركز بيانات السوداتيل وفق أدق واحدث الأساليب العلمية المستقدمة في مجال حفظ البيانات